مع هذا الوقت عبر زوم واحد من أهم المدربين اللي دربوا فيه القارة الأفريقية الفرنسي ألان جريس المدير الفني السابق لمنتخبات مالي وسنغال وتونس وأيضا نادي بريسان جرمان يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكراً ومساء الخير على الجميع بداية سؤالي لك من حيث انتهت مباريات اليوم في كأس الأهم الأفريقية وخروج المغرب المرشح الأول للفوز بهذه البطولة من دور الستاشر وخروج عدد كبير من المنتخبات الكبيرة من هذه البطولة بشكل مبكر رأيك ايه فيما يحدث في كأس الأهم الأفريقية البطولة الحالية إنها كان المفجأات مع سقوط المنتخبات الكبيرة المغرب سقطت اليوم وصبقتها مصر والكاميرون والسنغال وغانا هكذا إنه عنوان هذه الغان هو المفاجآت وأن هناك هرم في كرة القدم تم قلبه رأساً على عقب تحديداً منتخبات زي تونس والسنغال انتضربتهم من قبل خرجوا من هذه البطولة أيضاً بشكل مبكر تحديداً السنغال كمان كانت من أهم المرشحين للفوز بهذه البطولة كونها حامل اللقب وردها أفضل العناصر نعم بالتأكيد السنغال هي حامل اللقب والتي تم إقصاؤها من دور الستة عشر إنها المفاجآت الكبرى بالنسبة لي ولا أحد يعلم ما الذي سوف يحدث في دورة الثمانية ربما سنرى مفاجآت أخرى وربما ستكون هناك مفاجآت كبيرة في اسم الفريق الفائز بهذه الكام منتخب مصر هنا كنا نحمل معه أمال كثيرة جداً للفوز بهذه البطولة خاصة أنه يضم أفضل اللاعبين في الوقت الحالي لو شاهدت مباريات مصر في رأيك مع أسباب الخروج المبكر كانت مباراة مغلقة أمام الكونغو الديمقراطية في دورة الستة عشر كانت مباراة صعبة لم يكن هناك الكثير من الفرص ومصر لم تخلق الكثير من المواقف الهجومية ولا حتى الكونغو الديمقراطية لم يكن هناك الكثير الذي يقال عنه فنين في هذه المباراة والفريقان اتجه إلى ركلات الترجيح ركلات الترجيح كما يعلم الجميع هي بنسبة خمسين خمسين كانت المباراة فنياً نصتي عن نقول أنها متوازنة بين الفرقين نوامها في كثير من الأوقات في كل مرة ينوي منتخبنا الوطن المنتخب المصري تغيير مدربه يطرح اسمك لتدريب منتخب مصر هل عرض عليك من قبل تدريب منتخب مصر؟ لم يحدث أي اتصال مع الجنب المصري الآن أنا مجرد مراقب للكامنة ولم أتلقى أي اتصال من أي جهة ما في رأيك ما حدث في بطولة أفريقيا هذا العام هو تغيير في مراكز القوة في القارة الأفريقية بالنسبة لها البطولة سيدوم أم هي مجرد طفرة أو استثناء في هذه البطولة فقط وستعود المنتخبات الكبرى للسيطرة مرة أخرى حقيقة الأمر هناك شيئين بالنسبة للبلدان الناشئة أو البلدان الشابة إنهم في حالة تأهب وحالة استنفار وفي حالة نظام ومنظمين لكي يقلبوا الطويلة على المنتخبات الكبيرة وبالنسبة للمنتخبات التي لم نكن ننتظرها فإننا نقول لها استمروا في العمل استمروا وبهذا الشكل سوف تحققون نجاحا وسوف تقلبون هرم كرة القدم في أفريقيا المدرب الفرنسي الكبير ألان جريس أنا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا النهاردة واحد من أهم المدربين اللي ضربوا داخل القارة الأفريقية اسمي كبير جدا طيب